نظم ملتقى الجذور الثقافي ندوة في نقابة المقاولين الأردنيين بعنوان الوساية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عقيدة ومسؤولية وقال راعي الندوة النائب المهندس هيثم زيدين إن القدس مدينة مقدسة لسائر البشرية ويجب أن تكون دائما رمزا للسلام والوئام ومفتاحا للاستقرار والأمن مشيرا إلى أن الموقف الأردني الثابت ينطلق من أن القدس الشرقية أرض محتلة والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني كما أن حماية المدينة مسؤولية دولية وفقا للتزامات الدولي بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية